بذريعة الخلايا النائمة والانتماء لتنظيم الدولة أو التعاون معه تشن القوات الحكومية في العراق وميليشياتها حملات دهم وتفتيش بين الحين والآخر وصفرة عن اعتقال أعداد من المواطنين العراقيين القوات الحكومية تمارس انتهاكات صارخة بحق المعتقلين في سجونها السرية والعلنية من دون رقيب أو حسيب من خلال التعذيب بأساليب بشعة والتي تصل إلى مستوى التصفية الجسدية في الكثير من الأحاين المرصد الأور متوسط لحقوق الإنسان عبر عن قلقه البالغ جراء الانتهاكات التي تمارسها القوات الحكومية في العراق ضد آلاف المعتقلين بينهم المئات من الأطفال في داخل سجونها والتي تحتجزهم عبر محاكمات جائرة وعشوائية على خلفية اتهامات وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب سارة بريتشت المتحدثة باسم المرصد الأور متوسط قالت إن المعارك التي خاضت القوات الحكومية وميليشياتها بالإضافة إلى قوات كردستان العراق أدت إلى احتجاز نحو عشرين ألف شخص بتهم مختلفة أولها تهم الانتماء لتنظيم الدولة والتي أعدم وفقها نحو ستة وتسعين شخصاً وفق المرصد بريتش أشارت إلى أن غالبية المعتقلين يتعرضون لانتهاكات جسيمة نتيجة ضعف ضمانات المحاكمة العادلة التي يخضعون لها في الوقت الذي يتم فيه توجيه التهم في أغلب هذه المحاكمات بموجب قوانين تضم نصوصاً ففضة الباحث في قسم السياسات في المركز الأورو متوسطي يحيى أشرف قال إن عدم وجود الرقابة الحكومية والدولية المناسبة على الميليشيات المنتشرة في العراق اليوم أسفر عن وقوع مزيد من الانتهاكات وعمال الانتقام والتهديد والتعذيب والاعتقال التعسفي بعيداً عن سلطة القانون أما قانون العفو العام فلم يطبق في العراق في العديد من المحاكمات التي شملت متهمين بالانتماء لتنظيم الدولة حتى في الحالات التي تقع في نطاق هذا القانون المرصد طالب السلطات في العراق بضرورة العمل على تبني استراتيجية وطنية تضمن نزهة القضاء وبعده عن الطائفية وضمان توفير محاكمات نزيهة وعادلة لمعتقلين لتشمل جميع المتورطين في الجرام سواء كانوا من الضالعين في ارتكاب انتهاكات وأعمال عنف ضد المدنيين أو من الميليشيات المسلحة التي اشتركت في هذه الحرب خاصة في المدن التي كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة ترجمة نانسي قنقر